علقت شركة الطيران الألمانية لفتانزا رحلاتها إلى بيروت بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط وكانت لفتانزا قد علقت سبت رحلاتها أيضا إلى تلبيب بسبب الوضع الأمني الحالي وذلك حتى الثاني والعشرين من أكتوبر وفق ما أفادت الشركة ومن بين شركات الطيران الأخرى التي علقت رحلاتها إلى تلبيب فيرجين أتلانتيك وبريتش إيرويز والخطوط الجوية الفرنسية بدوره أعلن الجيش الإسرائيلي أن بلدة المطلة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية منطقة عسكرية مغلقة وقال الجيش أيضا في بيان إن الدخول إلى المنطقة ممنوع منعا باتا وطلب من الجمهور توخي الحذر وعدم الدخول إلى المنطقة وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التصعيد والمناوشات العسكرية التي شهدتها البلدة الحدودية بالتزامن مع الهجمات التي شنت حماس في الداخل الإسرائيلي تلجأ الجيش والقوات الأمنية عادة إلى تطويق بعض المناطق المتوترة عبر إعلانها منطقة عسكرية مغلقة فماذا يعني ذلك؟ يتم إعلان تلك المناطق أنها منطقة عسكرية مغلقة عبر القيادة العسكرية العليا وينتج عنها المنع من الدخول بشكل عام أو لفئة شعبية معينة إلا بتصريح مباشر يترتب على إعلان المنطقة العسكرية المغلقة إلزام جميع الموجودين فيها بإخلائها إلا إذا كانوا من سكان تلك المنطقة الذين يخضعون للأمر التنفيذي العسكري وتختلف القوانين بين دولة وأخرى وفق القوانين الدولية فإن الإعلان عن منطقة عسكرية مغلقة قد يكون غير قانوني في بعض الحالات مثل غياب المسويغات لإعلان تلك المناطق أنها عسكرية مغلقة ففي بعض الحالات لا توجد أي دوع أمنية لتنفيذ ذلك وتمنح السلطات العسكرية لجنودها وضباطها من مختلف الرتب صلاحية الدخول إلى هذه المناطق وفق أوامر قانونية كما لدى هذه القوات الصلاحية في إخراج أي وجود بشري في حال عدم تجاوبهم مع أوامر الإخلاء وتختلف صلاحيات المحاكم العسكرية في التعاطي مع القوانين والمخالفات المتعلقة بالمناطق العسكرية مغلقة وفي العديد من الحالات تخضع القوات العسكرية لتوجيهات وتعليمات هذه المحاكم فيما يتعلق بالمنازعات والقوانين والشكاوى الواقع بين سكان تلك المناطق والقوات العسكرية اجتمع مبعوث الصين الخاص إلى الشرق الأوسط بممثلين لجامعة الدول العربية في الصين في جلسة طارئة لبحث التصعيد الإسرائيلي في غزة المبعوث تشايجون قال إن بكين تدعم الدور الهام الذي تلعبه الجامعة العربية في القضية الفلسطينية مضيفا أنها ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني كما شدد على ضرورة أن يعزز المجتمع الدولي إحساسه بضرورة العودة إلى الأساس الصحيح لحل الدولتين وذلك لتحقيق التعايش السلمي بين دولتي فلسطين وإسرائيل أعلنت المجموعة العربية في الأمم المتحدة اتفاقا للعمل على خطة تتضمن ثلاثة أهداف رئيسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة قال متحدث باسم المجموعة إنها اتفقت أولا على تنفيذ قرار المجلس الوزري للجامعة العربية والقاضي بإنهاء الحرب في القطاع والتوصل إلى حل على الأقل إلى سبيل لوقف إطلاق النار إضافة إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف أمر إسرائيل بالإخلاء لمناطق في شمال القطاع من جانبها تقدبت روسيا بمشروع قرار لدى مجلس الأمن في نيويورك بشأن الحرب المستمرة في غزة منذ أكثر من أسبوع ويدين مشروع القرار الروسي بشدة جميع ما وصفها بالأعمال العنف والأعمال العدائية الموجهة ضد المدنيين مطالبا بوقف فوري ودائم لإطلاق النار لأسباب إنسانية في خطوة مفاجئة تأتي بعد يوم فقط من إبداء روسيا استعدادها للعب دور الوساطة لإنهاء المواجهات الدائرة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة تقدمت روسيا بمشروع قرار لدى مجلس الأمن تطالب فيه بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية مشترطة الاحترام الكامل لهذه الهدنة كما يدين مشروع القرار الروسي ما وصفها بأعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق صراح كل الرهائن في إشارة إلى الإسرائيليين الذين أسرتهم الفصائل الفلسطينية في الساعات الأولى من عملية الطفان الأقصى التي أطلقتها قبل أسبوع ويعرب مشروع القرار الروسي عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة ويدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون لذلك شكرا شكرا